زمان من حوالي أكتر من 25 سنة صديقي وزميلي العزيز جمال عنايت اللي بيقدم برنامج شهيد في الأوربت احنا زميل من صباح الخير فقلتنا الراحل أردن كان فيه اجتماع مؤتمر حاجة صحفية يعني كده فقال لي طب بس اسمع لازم تجيب لي معاك علبة حلويات من زلطيمه بتلو ايه قال لي زلطيمه بتلو ايه زلطيمه ده قال لي ملكش دعوة انت ما تروح لأردن قلهم ودوني زلطيمه بس وفعلا جيت هنا واشتريت علبة حلويات لجمال عنايت وانا معرفش حاجة وبعدين مشت لأيام وبدأنا نعمل باب الخلق وباب الخلق يعني بنتكلم عن الخلق فحبيت اعرف ايه زلطيمه ده ايه الحكاية ده حلواني بس كده لك لأ وهلواني قبص ليه تاريخ لطيف جدا بيقول لك جدهم كبير محمد زلطيمه كان فاتح محل في حتة زي كده كهفة أو غارة كده أو مغارة صغيرة كده تقوم تطل على مسجد سيدنا عمر بن الخطاب في القدس الشريفة في القدس الشريفة يعني فتح قبل تمانية واربعين ولا بعد تمانية واربعين ولا قبل سبعة وستين ولا بعد سبعة وستين قال لي لا ده مش كده ده فتح المحل الصغير ده اللي بيطل على مسجد عمر بن الخطاب سنة الف تمنمية وستين الف تمنمية وستين يعني لا كان في عربيات ولا في طيارات ولا في أي حاجة خالص فتح عمك محمد زلطيمه محل حلويات فضل ممتد لغاية اللحظة دي لأنه مميز جدا تعرفين مسجد عمر بن الخطاب لما جم يفتحه الكدس الراجل اللي ماسك الكدس وقتها كلام ده في سنة تقدر تقول يعني سبعتاشر أو ستاشر هجري فسيدنا عمر جيه قال للرجل مش هسلم مفتاح الكدس إلا لعمر بن الخطاب فبلغ عمر بن الخطاب رضونا الله عليه فرجع جيه طبعا قصة ما جيه دي كانت قصة مسيرة إنه جاي ركب جمل والعبد الراجل اللي بيساعده يعني كان دوره هو اللي يركب وعمر يشد الجامعة القصة كده حبقى أحكالك وبعدين لكن جاه ما عاد الصلاة فقالوله نصلي يا أمير المؤمنين فقالوله مش في الكنيسة نخرج برة لأنه هتمروا لأيام ويقولوا إنه عمر بن الخطاب صلى هنا فيهدوا الكنيسة وابنه جامعة فخرج صلى برة فمطرح ما صلى عمر بن الخطاب أقاموا مسجد اسمه عمر قداموا على طول فتح عم محمد زلاطيمو محل زلاطيمو سنة 1860 يعني من 160 لا 162 سنة دلوقتي المحل بيقود دلوقتي حفيد من تقول بقى الجد الخامس أو الحفيد أو الجيل الخامس أحمد زلاطيمو طب بيعملوا إيه؟ إيه اللي مميز زلاطيمو؟ هنخش جوه سمحولنا هنا نخش مطدخ المحل ونفرقوا على حاجات أظن إنها هتعجبكوا جداً طيب إحنا دلوقتي في المحل دي منتجات عمك الحاج زلاطيمو طبعاً محمد زلاطيمو لما عمل ما عملش حاجات داي عمل الكنافة والبزبوسة لكن الأجيال اللي جات بقى غيرت صباح الفل غيرت وطورت بيعملوا كل حاجة على فكرة يعني هم مش محلة كنافة وبدأة فعندهم كل حاجة تقريباً حتى الشرباط بيعملو إحنا بنسميه شرباط ده ده إيه ده؟ ده ماء الزهر بحطه على المية؟ أيوه مواده اللي أنا بقولك عليك هنا في عندك بطوك زل زتون عدوي بتاع كونتو ده آه ده مسقي بماء المطر تمام إيه؟ مسقي بماء المطر مسقي بماء المطر؟ أيوه يا السلام يا السلام أنا مسقي أهو مصري اسمك إيه؟ محمد بقى لك كتير أنا؟ نعم تماماً محمد بنا يخليك يا محمد بنا يخليك الحاجات دي بقى إزاي بتتعامل؟